وصلت الطائرة التي تقل جثمان الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح إلى مطار الكويت وقال الديوان الأميري الكويتي في وقت سابق أن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح سيصل إلى الكويت قادما من الولايات المتحدة الأمريكية كما أفاد الديوان الأميري أن مراسم دفن الشيخ صباح ستكون مقتصرة على الأقرباء فقط وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن ثلاثة وفات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر وقد نعى رؤساء الدول والملوك وكبر المسؤولين حول العالم أمير الكويت وقدموا التعازي للكويت حكومة وشعبا